اشتركوا في القناة تنضي خططها وبرامجها وما هو ردها حول الملاحظات التي تقال حول أدائها لكل هذه المحاور وأكثر نسعد أن نستضيف اليوم وزير تنمية الموارد البشرية دكتور الصادق المهادي دكتور مرحبا بك في لقاءات وكل عام أنتم بخير كل عام أنتم بخير وبرك الله فيكم على تحت هذه الفرصة ونظر الله أن نكون خفيفين عليكم بإذن الله الله يخليك تسلم دكتور دكتور يمكن أنا عايز أبدأ معك بتصريح قرأت لك في الأيام الماضية وكان تعليق حول توقيع اتفاق سلام جنوب السودان هنا في الخرطوم قلت أن السودان مؤهل لحل الأزمات في المحيط الإفريقي على ماذا استنت في هذا التصريح حل لأن الكوادر السودانية ربما مؤهلة لقيادة هذه المفاوضات أم أنك تقصد السودان كدولة من ناحية جغرافيا وتاريخ وربما أيضا جوار مع دولة جنوب السودان استطاعت أن تلعب هذا الدول الحقيقة السودان طبعا بحكم موقع جغرافي في قلب القارة الإفريقية أتكلم ده له أثر مباشر جدا في تواصله مع كثير جدا من الدول التي تجاوره ويمكن السودان من يجاور عدد تجاور جدا من الدول الدعم المهم جدا كما تفضلت أنت وكذلك السودان يعتبر من الدول المؤسسة لاتحاد الإفريقي ولعب أدوار مبارزة في قلال السنوات الماضية في كثير جدا من غضاء الشائكة وكذلك في جامعة الدول العربية وكلنا يعلم لآآة الخرطوم السلاسة ودور السودان في التفاوض وحل المشاكل التي كانت قائمة بين المملكة العربية السعودية ومصر في زمن الملك فيصل رحمه الله والراحل جمال عبد الناصر رحمهم الله جميعا وملعب دور كبير جدا في الصلح بين السعودية ومصر هذا جانب الجانب الثاني السودان أيضا له كادر موهل بحكم التجارب السودان خاطت كثير جدا من المفاوضات مع الفرغاء السودانيين نفسهم يعني في كثير جدا من الغضايا مثل قضية دارفور قضية جنوب السودان قضية شرق السودان لعل أبوجة والدوحة ونيفاشة وكذلك أسمر شرق السودان اتفاقية شرق السودان اكتسب من خلالها المفاوضة السوداني قدرات كبيرة جدا على الطفاوض غضية جنوب السودان تحديدا يعني جنوب السودان كان جزء من دولة السودان والسودانين ملمون يعني المام تام بكافة قضايا الجنوب ومشاكله الداخلية باعتبار أنه كان جزء لا يتجزى من هذا البلد نعم ويعلم كثير جدا من القضايا الشائكة والتفاصيل للتفاصيل نعم ولذلك يسهل عليه وعلى المفاوضين أنهم يعني يقوموا بدور إيجابي في حال تلك القضايا لأنهم يعلمون أدقة تفاصيل السودان أيضا يجري فيه نهر النيل وهو يعني دولة بتاعة مجرى أو معبر ودول النهر النيل معروفة تعول على السودان في كثير جدا من القضايا والتفاوت والآن غضية صد النهضة وما يدور من تفاوت سلاسي ما بين السودان ويسوبيا ومصر السودان اللي بيلعب دور محور جدا في تغارب وشاط النظر وحال القضايا المعقدة فيما يتعلق بموضوع المياه إن جئنا لوزارة تنمية الموارد البشرية هل تعتقد أن هذه الوزارة حقا مهمة أم أنها من الوزارات الهامشية أو كما يعتبر البعض والله طبعا كثير جدا من الدول نهضت بوزارة تنمية الموارد البشرية وبأداء وزارة تنمية الموارد البشرية وهذه الوزارة في كثير جدا من الدول تعتبر وزارة سيادية وزارة سيادية والأمثلة كثيرة يعني ضربنا أمثلة بعدد من الدول مثلا ماليزيا دولة تنمية الموارد البشرية وزارة أساسية ومحورية ولعبة دور أساسي في نهضة ماليزيا وكذلك في سنغافور على سبيل المثال سنغافورة دولة لا تفتغر تماما إلى الموارد الطبيعية لكن اهتموا بتنمية الكاظر البشرية ورفر غدراته وكذلك اليابان وتلك الدول شهدت مهضة كبيرة جدا حقيقة الموارد البشري هو الذي يعني يبدع ويعمل التغيير ويحدث التغيير المطلوب إذا توفرت كل الأشياء أو لم تتوفر ربما لأن هناك أقسام موجودة في المؤسسات الحكومية تعني بالتدريب والتأهيل فوجود وزارة ربما قلل بالنسبة للبعض من فاعليتها هل تتماشى مع هذا الرأي؟ لا طبعا أي وزارة بكون عندها إدارة للتدريب لكن الوزارة الأومة التي تضع الخطط التي يقود بموجبها التدريب إلى إحداث نهضة في اقتصاد البلاد وإحداث نهضة كبيرة تحول كبير جدا تحتاج إلى خطط موضوعة ومدروسة وتنسيق تلك الخطط المباحثة هنا وهناك وصبها في اتجاه يعمل لإحداث الفارق أنت قبلت هذه الوزارة مباشرة؟ مباشرة لما تردد لحظة لإدراكي التام بأهمية هذه الوزارة ودورها الكبير في إحداث التغيير وممكن بطبيعة المهنة وبطبيعة كثير من الناس يعتقدون أنه مناسبة أن تكون في الوزارة الفلانية التي تتناسل مع مهنتي ولكن أعتقد أن وزارة التنسيق والوزارة بشرية موجودة في كل الوزارات الأخرى وهي تلعب دور كبير جدا في إحداث الفارق ونحن نعمل من خلال هذه الوزارة لإحداث الفارق رغم الصعوبات كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وأوكلت إليكم أيضا مهام لمتابعة هذا الأمر قيم لنا الموقف نعم طبعا صدر غرار من سيد رئيس مجلس الوزراء القومي نائب الأول للرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكر حسن صالح بتشكيل لجنة لرفع قدرات العاملين في مراكز المعلومات على مستوى الاتحادي والولائي وأوكل رئاصة هذه اللجنة لوزارة تنمية الموازنة البشرية وأيضا هناك آخرين مثل وزارة العمل والديوان الحكم الاتحادي والمركز الغرمي المعلومات ووزارة الخارجية وهكذا يعني عضوية موسعة والأميرة عامل المجلس الغرمي للتدريب هذه اللجنة مهامها محددة حسب الغرار الصادر أهمها هي رفع قدرات العاملين في مراكز المعلومات اللي هي المعنية بالحكومة الإلكترونية في كافة الوزارات والولايات وأيضا دراسة هيكلة مراكز المعلومات الموجودة حاليا هل هي تواكب المطلوبات اللازمة لإحداث التغيير في هذا المجال أيضا من مهام هذه اللجنة هي تحسين شروط خدمة العاملين في هذه المراكز باعتبار أن هذه كفاءات إذا لم تتوفر لها شروط خدمة جيدة بالتأكيد لن تستمر حتى وإن صرفت الدول عليها في مزيد من تدريب رفع القدرات بالتالي هم سوف يجدون إما فرص للعمل في الغطاء الخاص أو خارج السودان وبالتالي لا بد من الاستبغاء هذا الكادر بتحسين شروط الخدمة أيضا من مهام هذه اللجنة هي الإشراف على مراكز المعلومات التي تقدم الخدمات الإلكترونية للجمهور وهذا هو خارج نطاق التدريب لكن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والوزارة المعنية بتقديم الخدمة نستطيع أن نقوم بهذا الدور في الإشراف على العاملون في غطاء تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور كيف يتم التنسيق بين التأهيل الذي تريد أن تقوم به وزارة تنمية الموالد البشري وبينما ترى فيه بعض الوزارات يعني هناك وزارات ترى ضرورة التدريب في أشياء أو في بلود معينة وهناك فرص مفتوحة من وزارة التنمية الموالدة البشرية للكادر السوداني لربما لفرص أخرى أو مجال أخرى كيف يتم التنسيق بينك بين هذه الوزارة ووزارة التنمية الموالدة البشرية ومؤسسات الدولة؟ طيب الحقيقة ده مرتبط ارتباط وسيق هذا السؤال بكيفية إعداد الخطة الغومية للتدريب الخطة الغومية للتدريب دائما تعد عبر الجلوس مع مدراء التدريب في الوزارات والوحدات التابعة لتلك الوزارات وهي بالنسبة لنا 27 وزارة وليس 31 وحوالي 139 وحدة تابعة أنا بقول 27 وزارة لأنه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لهم تدريب خاص طبعا وكذلك وزارة التربية والتعليم أو التعليم العام هي لها تدريب خاص باعتبار أن المعلمين هم بلق كبير جدا وعداد كبيرة يحتاجون لتدريب خاص وأيضا التعليم العالي طبعا عنده وسائل التدريب الخاصة به باعتبار أنه معني بأساس الجامعات في المقام الأول فهم ما تبقى 27 وزارة و139 وحدة تابعة مدير التدريب قبل نهاية العام في تلك الوزارات والوحدات التابعة يرفع حوجته التدريبية للمجلس الغومي للتدريب وهذه الحوجة التدريبية تخضع لنغاش وتفصيلي من خبراء مختصين بالحوجات التدريبية للوزارات المعنية كانت وزارات متخصصة مثل وزارة الزراعة والتعديل والنمط هذه الوزارات متخصصة أو حوجة تدريبية محددة أو حوجة تدريبية إدارية مثلا أو محاسبية حسب نوعية الوزارة وتخصصة هذه الحوجة ترفع بطريقة راتبة سنويا وتدرس وتنقح وبعد ذلك تضمن ضمن الخطة الغومية للتدريب للعام المعني مثلا عام 2011 وعلى ضو ذلك نحن بنرفع الحطة المعنية للتدريب ونطلب من المالية الميزانية اللازمة لإنفاس هذه الخطة خلال العام بعد الموافقة المالية تغرض في مجلس الغطاع مجلس الوزراء للغطاعات التنمية الاجتماعية الصغافية أو الغطاعات المشتركة ثم بعد ذلك تغرض في مجلس الوزراء لإجازتها ثم المجلس الوطني بعد ذلك تعتبر هذه الخطة الغومية للتدريب لكن نحن من العام 2012 هذا العام عملنا تغيير كبير جدا في منهجية الخطة درسنا الحوجة التدريبية لهذه الوزارات والوحدات التابعة للسنين الماضية ووجدنا أن هناك حوالي 490 عنوان لهذه الحوجة التدريبية قير متكرر وهذه 490 عنوان يشكلون منهج تدريبي ممكن يتفق عليه وبالتالي هذا المنهج التدريبي ممكن يحدث بطريقة تناسب حوجات تلك الوزارات ويحدث كل فترة زمنية ممكن كل 3 أو 4 سنوات وبالتالي يكون هناك منهج تدريبي للسودان معروف وموضوع ومتفق عليه باعتبار أنه درسنا الحوجة التراكمية للوزارات والوحدات التابعة خلال السنين الماضية وغصمنا هذه العناوين إلى تدريب أساس وتدريب مستمر تدريب الأساس هو معني بمداخل الخدمة من الدرجة التازعة طبعا للخريجين الجامعات وحتى الدرجات المعروفة العمال مثلا الدرجة 17 برضو عندهم تدريب يعني نحن مكتفين فقط بتدريب الخريجين الجامعات تدريب أساس بشمل بعض الكورسات المحددة التي يحتاجها موظف الخدمة المدنية ما هي أكثر؟ في مدخل ما هي أكثر أنواع التدريب التي يجبها؟ الفكرة عامة عن الوزارة نفسها التي تم الانتساب إليها أو الانتحاق بها الحقيقة الثانية اللغة الإنجليزية الحاسوب وأيضا نشترط حصول موظف الخدمة المدنية على الرخصة السودانية للحاسب الآلي والرخصة السودانية للحاسب الآلي هي تقريبا هي نفس الامتحانة الرخصة العالمية للحاسب الآلي لغيادة الحاسب الآلي بل فقط الفارغ الوحيد هو في الرسوم إذا دفعت بالعملة الدولار على سبيل المساء تتحصل على الرخصة العالمية وهذه الرخصة العالمية أو الرخصة السودانية لغيادة الحاسب الآلي هي الشرط أساسي إن شاء الله اللي قدام هيكون في الترقي أنا عايد أقول أيضا السلوك المهني يعني عندنا برنامج مستمر يسمون تحسين التجهات الكادر السوداني نحو العمل السلوك هو جزء أساسي من التدريب عندنا نحن في مداخل الخدمة والتدريب المستمر هناك حديث أنه هذا سيصبح شرط في القانون للترقي الوظيفي نعم التدريب ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي عندنا في غانون التدريب لعام 2018 وهو الآن في منطقة مجلس الوزراء الموقر يعني إن شاء الله بعد إجازة هذا الغانون يصبح ربط الترقي مرتبط ارتباط وسيق بدورات تدريبية حتمية ليس فقط بالأخدمية ودية يعني بالتأكيد بيكون لها أثر إيجابي في الماضي كانت ترقي مرتبط بالأخدمية فقط يعني من درجة إلى أخرى وبعض التغارير التي ترفع من الوحدة التي يعمل فيها ذلك الموظف ولكن الآن ارتبط بدورات حتمية بعدد معين من الساعات بالتالي هذه تضاف إليه في النقاط حتى يحصل على الدرجة الكافية للترقي للدرجة الأعلى بعد فترة زمنية محددة طبعاً يقضيها في تلك الدرجة والأخدمية عندها عندها حاجة بسيطة لكن ليس مثل الدورات التدريبية الحتمية هذا سوف يصبح قانوناً ولا يستطيع أي شخص يترقى من درجة إلى أخرى إلا بعد حصول على دورات حتمية ده بالتالي بيجود العمل وبيخلي هذا الشخص الذي يوصل هذا التدريب الذي لديه علاقه مثلاً بالصبر بالتعامل مع الجمهور بالتعامل مع المواطنين أم أنه متعلق بعمل نفسه يعني مثلاً تدريب في الزراعة التدريب متنوع يعني كله طبعاً إذا عجينا في التدريب المستمر هو أيضاً تدريب مرتبط بنوعية الوزارة إذا كانت وزارة فنية زي الزراعة والتعدين أو غيرها بالتأكيد المتدرب هو يتلقى دورات مكسفة في مجال هذه الوزارة طبعاً أيضاً يتلقى دورات إدارية لأنه أيضاً يحتاج إلى الإدارة لكن بصورة أكبر إذا كان هو فني متخصص يخضع لدورات تدريبية في مجال الوزارة المعنية أما السلوك هو تدريب مستمر يعني من قلة درجة وظيفية حتى الوكيل وبدأنا نحب الوكلاء في مدينة بورسودان جمعنا كل الوكلاء وبدأنا دشنا التدريب بتاع رفع قدرات الكادر السوداني العامل في مجال خدمة مدنية وتحسين اتجاهاته نحو العمل باعتبار أنه ده شيء أساسي لأنه أصلا التدريب يعتمد الأداء الجيد يعتمد لدرجة كبيرة جداً على المعرفة والمهارة ثم السلوك إذا لم يكتمل هذا المسلس لن يكون هناك أداء جيد ممكن يكون شخص ماهر جداً ومتعلم لكنه سلوكه تجاه العمل سلبي وبالتالي يهزي مبضل عينة آخرين وبالتالي ما يكون عنده أي أداء إذا لم يكن سلوكه نحو العمل جيد ما هي المراكز المتوفرة هنا في السودان؟ مراكز تدريبية معتمدة المراكز الحكومية كثيرة جداً لكن بالنسبة لنا في وزارة تنمية المواضرة البشرية هناك مراكز معلومة وهي مراكز قديمة جداً ولها دور كبير جداً في الخدمة المدنية في السودان على سبيل المثال أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ودي من الخمسينات موجودة ولعبة دور كبير جداً في تههيل الكادر السوداني الذي يعمل في الخدمة المدنية وأيضاً مركز تطوير الإدارة والمركز الغومي للنظمة الإدارية والتدريب وأيضاً عندنا تتبع المجلس الغومي للتدريب وهو الجسم الذي ينظم التدريب في السودان تلقى تدريب داخلي أو ابتعاص خارجي لدورات قصيرة أو حتى دريقة دكتورة فهذا الجسم الذي يحكم عملية تدريبية في السودان ويضع الحطط لماذا إذن يتحدث البعض أن المراكز التدريبية هنا في السودان غير مؤهلة بشكل كافي وربما تستغل بعض الناس وتضحك عليهم تتكلم عن المراكز التدريبية الخاصة نحن في السودان الآن المسجلين رسمياً في المجلس الغومي للتدريب أو الأمانة أمانة لقعة المجلس الغومي للتدريب هم حوالي أكثر من 600 مركز تدريب خاص وذي لابد أن يحتمدوا من الأمانة العامة للمجلس الغومي للتدريب وهناك شروط محددة لاحتمال هذه المراكز ومعايير ولابد من زيادة الموقع وهناك أيضاً زيارات مفاجئة لهذه المراكز غمنا قبل فترة غليلة بزيارات مكسفة لهذه المراكز مفاجئة ووجدنا هناك نسبة كبيرة من هذه المراكز لا تنطبق عليها شروط ومواصفات ومهنها قد نها مهلة لتوفيق أوضاعها وإن لم توفق أوضاعها يحسب الترخيص منها مباشرة الغطاع الخاص يلعب دور مهم جداً مع الغطاع الحكومي في تدريب وتاهيل الناس نحن نريد الغطاع الخاص أنه يقوم بهذا الدور على أكمل وجه ونحن نساعده إن شاء الله بدراسة الحقيبة التدريبية التي يقوم بها هذا الغطاع الخاص في مجالات محددة وأيضاً نريد الغطاع الخاص أن يتجه اتجاهات أخرى ليس فقط في التدريب الإداري أو تدريب التنمية المورد البشري نحن عايزين يمشي اتجاهات فنية متخصصة لأن جلل أو معظم المراكز التدريبية الخاصة الآن تعمل في مجال الإدارة وتدريب في الإدارة نحن نريد لهذه المراكز أن تتجه في تدريب من شأنه أنه يجيد الإنتاجية تدريب فني متخصص إذا كان زراعي أو صناعي أو تغني عالي أو مهني متخصص إذا كان في المحامة أو الإعلام أو في الطب بصفة عامة والطب طبعاً فيه فروع كثيرة جداً فهذا ما نريد وبالتالي نحن نتدخل في السياسات لأنه نحن كفاءنا خلاص مراكز تدريب خاصة في مجالات التنمية الإدارية نحن نريد تدريب متخصص من شأنه أنه يدفع بحجلة الإنتاج وحسن إقتصاد البلاد والتالي هذا هو ما يسمى التدخل في السياسات في إنشاء مثل هذه المراكز الخاصة هناك مراكز تدريب أخرى تدبع للوزارات نسميها زمان تسمى مراكز تدريب مصلحية دي برضو لها تدريب متخصص حسب طبيعة هذه الوزارة ونريد لهذه المراكز أن تعمل في مجالها الفني المتخصص وليس التدريب الإداري وحده لأنه التدريب الإداري مهم طبعاً لكن هناك أيضاً مراكز تدبع لوزار التنمية الموضوع البشرية معنية بالتدريب الإداري وهي لها كادر مؤهل وضعت وزارة تنمية الموارد البشرية قبل سنوات ميزانية ضخمة للتدريب والتأهيل وربما ابتعاث عدد من الكوارد السوداني إلى الخارج في ظل الوضع الاقتصاد المعقد كيف يتم التدريب الآن؟ والله طبعاً الآن هناك إذا كانت تكلم عن التدريب الداخلي وهو ده حقيقة معظم التدريب هو تدريب داخلي التدريب الخارجي هو بسيط يعني نسبة وسيط المغانب التدريب الداخلي والنازم يتفهم دائماً إن التدريب كأنما هو ابتعاس خارج السودان أبداً معظم التدريب يتم داخل السودان في مراكز التدريبية الحكومية المعروفة أيضاً لنا نسب نبديها للمراكز الخاصة حسب جودة تلك المراكز وحسب تخصصها بنوزع لها فرص أيضاً تدريبية عبر الأمانة عامة المجلسة الغومية للتدريب وأنا أفتكر أنه يعني الآن الخطة الغومية للتدريب تسير بصورة جيدة بالرقم من أنه يعني في ضحف التمويل للظروف الاقتصادية المحروفة ونحن يعني بنجاهد مع وزارة المالية في ضمان تغذية الخطة الغومية للتدريب بطريقة راتبة وطريقة منتظمة حتى تغوم بدورها في رفع قدرات الكابير السوداني هل وضعتم خطة لتدريب بتكلفة أقل؟ طبعاً إذا كلمنا عن التدريب هو ذي ما تتفضلتي هو أفلاً مرتبط بالمال لأنه التدريب هو هناك شخص مدرب هناك أيضاً أماكن بتاع التدريب تصرب عليها حقيقة يعني المراكز التدريب الحكومية التي تدبع لنا تكلفة التدريب فيها بسيطة ونحن بنفضل أنه التدريب يتم في مراكزنا الحكومية المحددة وديها طبعاً بتواجهنا مشاكل بسيطة في أنه المتدربين يرغبون في مراكز تدريبية محددة أو تدريب خارج السودان ولكن نحن بنضع الحطة ونلزمهم بأنهم يتدربوا في المراكز الحكومية المحددة لأنه التكلفة تحت تدريب فيها أقلة أيضاً نتجه لبناء شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم أنت دكتور توقع عدد من مذكرات التفاهم يعني خاصة مع عدد من الدول العربية يعني فماذا يستفيد منها يعني السودان إن كانت ابتعاث إلى الخارج قليل لو كان هناك إجابة لسؤالك إنه تكلفة التدريب معظم هذه المذكرات تفاهم بتدي السودان فرص على التدريب مجاني أو مخفض للغاية وبالتالي يعني التدريب خارج السودان نحن نتجه إليه إلا لبعض المجالات المحددة التي نفتغيرها في السودان ويعني معظم التدريب خارج السودان يتم بمواصفات محددة أولاً إنه التدريب يكون ما موجود في السودان الحية الثانية يعني الشخص المتدرب نفسه يكون هو يناسب القرصة التدريب الذي ابتعس له الحية الثالثة نطمئين تماماً في إنه هو سوف يعود ويقدم فائدة إن شاء الله للوزارة التي ابتعس منها أو للسودان ولذلك نوقع معه عقد إذا كان تدريب طويل المدى حتى نضمن عودته إن شاء الله للسودان هناك حالات فيها عدم حالات فيه طبعاً فيه ناس بيأخذوا الدكتورة وبيعون راجعين في مجالات خاصة في مجالات الطيب وغير يعني الواحد بذلك نربطه بعقد إنه حتى نضمن لأنه دول صرفت عليه يعني العملة الصعبة وكذا وبالتالي لابد أنه يعود ويعدي ضريط الوطن يعني الذي ابتعسه وصرف عليه نحن في تقليل التكلفة بمثل هذه المذكرات مذكرات تفاهم وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمراكز الغليمية زي المنظمة العربية للتنمية الإدارية نحن وقعنا عام مذكرة في تخفيض الرسوم على الدورات التدريبية وبل هناك منح مجانية وأيضاً لنا شراكات مع عدد من الدول مثل الهند والصين وتركيا وسينغافورة نفسها وتدين فرص مجانية يعني كاملة لدورات متخصصة وليس دورات عامة يعني دورات عامة ممكن تكون في السودان يعني ويمكن قبل فترة أجزنا سبعين منحة مجانية تم توزيع للوزارات هم بيرشح الشخص المناسب نحن كمجلس غومي للتدريب أو وزارة تنمية نطمئن أن هذا هو الشخص المناسب وأنه يجيد اللغة الإنجليزية بدرجة مقبولة حتى يستطيع أنه يستفيد من هذه الدورة التدريبية لأنه معظم الدورات التدريبية خاصة في دول آسيا وغيرها وغيرها بتكون تحتاج إلى اللغة الإنجليزية الجيدة نحن ذايرين لكن لماذا هناك حديث أنه تتم محاباة في الاختيار وربما هناك بعض الكوادر تسافر أكثر من مرة في العام في حين أن آخرين يكونوا محرومين منها طيب نحن ندي الفرصة أصلا بنوزعها للوزارة المعنية نفتكيرون أنه مثلا جاتنا الفرصة بتاعت مجال متخصص مثلا في الزراعة بنحويل الوزارة الزراعة هم بيرشح الشخص المناسب يعني الشخص ده إذا هم بالتالي مطلوب منهم أنه يطمئنوا أنه هذا هو الشخص المناسب ولم يتلقى نفس الدورة أو يعني أخذ فرصة أكثر من مرة لابد أنه الفرص توزع بالتساوي حسب الحوجة التدريبية لتلك الوزارة وحسب الفرصة المتاحة يعني وهني بتجي الأمانة من الوحدة التدريب أو من تلك الوزارة أو الوحدة أو إدارة التدريب في تلك الوزارة ونحن علينا في الوزارة النموات البشرية نطمئن أنه هذا الشخص الذي يبتعس يعني لم يبتعس من قبل ويعني يراجع الشخص نفسه ويجد أيضاً اللغة الإنجليزية ويستطيع أنه يستفيد ويفيد الدولة والوزارة التي يبتعس منها دي تخضع لمراجعة دقيقة وأنها طبعاً وزارات بتقوم بابتعاس آخر لأن وزارة عندها إرادات خارج إطار وزارة تنموات البشرية وخارج إطار المجلس الغامل للتدريب وديل طبعاً نحن عندنا حاكمية عليهم لأنهم عندهم إراداتهم الذاتية ومن خير اتعسوا من يعشاءهم وديل أنا أفتكر أيضاً يعني محتاجة لمراجعة نعم سنتي لها هذه المراجعة فيها ولكن بعد فاصل قصير المشاهدون الأكارم فاصل قصير ونعود إليكم يبقوا معنا مرحبا بكم مجدداً مع دكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الواردة البشرية دكتور الصادق كنا نتحدث قبل الفاصل عن ضرورة المراجعة ما بين وزارة تنمية المواردة البشرية ومؤسسات الدولة هل ترى ضرورة وجود تنسيق في التدريب حتى إن اختارت المؤسسات أن تبتعت بعض كوادرها إلى الخارج ضرورة على الأقل اختار وزارة تنمية المواردة البشرية طبعاً حسب المرسومة الجمهوري 21 الذي بموجبه تم إنشاء هذه الوزارة هي لها الولاية التامة على التدريب الداخل والخاري وبالتالي أي تدريب داخل أو خاري ينبغي أنه يتم عبر هذه الوزارة ولكن هناك بعض التفلتات من بعض الوزارات في هذا المجال لأن وزارات تملك موارزاتية كبيرة وضخمة فتبتعس بعض العاملين وموظفين لديها لدورات خارية السودان وبالتالي ما في حاكمية لنا على هذه الوزارات بالرغم من أن الوزارة هي لها الولاية التامة على التدريب الداخل والخاري هذا اعتبر تفلت يعني ماذا إن وقعت الوزارة بنفسها مثلا مذكرة تفاهم معها يعني مع وزارة نظيرة لها في دولة أخرى طيب إذا كان المذكرة تفاهم فيها مجال التدريب ينبغي أنه في اللجنة أي مذكرة تفاهم أو مذكرة اتفاقية موقعة ما بين جهتين بيكون هناك برنامج تنفيذي لهذه المذكرة أو التفاهم أو الاتفاقية وإذا كان هناك في هذه المذكرة حديث عن التدريب ينبغي أنه في البرنامج التنفيذي يكون في وزارة تنمية البعضة البشرية ممثلة في البرنامج التنفيذي عشان نطمئن لأنه التدريب هذا هو التدريب فعلا تحتاجه هذه الوزارة وأيضا يخضع للخطة الغامية للتدريب نحن نريد أن نحصر التدريب في السودان ويكون عندنا إحصائيات دقيقة للتدريب هل لديكم إحصائي مثلا للعام الماضي؟ والتدريب الداخل والخارجي؟ نعم عندنا عارفين دربنا كم وعارفين يعني في الداخل وفي الخارج وعلى البحثات الكورسات المتخصصة والبحثات في مجالات الماجستير والدكتورات والديبلومات دي كلها عندنا محصورة للتدريب الذي يتم عبر المجلس الغومي للتدريب ووزاة التنمية من هذا البشرية لكن إذا حدث هذا خارج هذا الإطار بيكون نحن غير ملمين به ونحن بذلنا مجهود كبير جدا في أنه نريد أنه التدريب يكون تدريب مسمر ويصوب حسب الخطة الغومية للتدريب ويكون عنده عايد واضح ولذلك نحن لا نستطيع أنه نمنع الوزاة الأخرى بأنها تدريب ناسها لكن نريد أن نحصر هذا التدريب ويكون ضل الخطة الغومية للتدريب لكي يكون عنده عايد ومردود واضح متفق عليه لأن هذه الوزارات جلست معنا في بداية العام قبل وضع الخطة الغومية للتدريب وتناغشنا في حوجاته التدريبية وبالتالي ينبغي أنه حتى لو حصد على فرص أخرى خارج الخطة الغومية للتدريب أنه تدرج وتضمن في الخطة الغومية للتدريب حتى نستطيع أن نعمل الدراسات والإلمام بكافة الذين تم تدريبهم في السودان ويكون دي موجود لدينا في خطتنا وفي إنجازاتنا أي نعم تحسب هذه الإنجازات للوزارة المعنية نقول الوزارة المعنية دي دربت لينا كذا لكن جملة التدريب في السودان هو كذا بالتالي أي تدريب يتم دون علم وزارة تنمية الموارد بشرية ده بيكون خارج هذه الإحصائيات وده بتتحبر يعني قد يكون له عايد إيجابي لكن قد لا يكون له عايد إيجابي وإذا لم يكن له عايد إيجابي يعتبر هدر المال في ظل الموارد هي شحيحة وبالتالي نحن نريد الحاكمية نعم ونريد أي لولا التدريب لنا عشان نضمن جودة التدريب نضمن العايد منهم نضمن الفرص إنها تمنح للناس بعدل ومساواة هل أكثر تدريباً يدبعون لأي مؤسسة؟ هل مثل مؤسسات خدمية سياسية اقتصادية؟ طبعاً نحن مشينا الآن في خطوات تانية مع بنك السودان إنه لأي شخص حاجز يتدرب خارج السودان هو هم يحتاج له عملة صعبة يعني والعملة الصعبة أطلت هي شحيحة لابد من موافقة وزاة تنمية المواطنة البشرية ممثلة في المجلسة الغومية للتدريب اللي ابتعاس هذا الشخص حتى إن كانه ابتعساً من وزارة لا علاقة لها بالخطة الغومية للتدريب الحديثة التي تحدثت عنه أنت قبل غليل وبالتالي هنا نريد أن لهذه الوزارات التي تقوم بتدريب خارج إطار خطة الغومية للتدريب أن ترجع للمجلسة الغومية للتدريب عشان نضمن إنه هذا التدريب هو تدريب مطلوب ونضمن إنه نحن قدرنا يعني نضمننا فرص المساواة للعاملين في تلك المؤسسة وإنه هذا الشخص لم يبتعس أكثر من مرة وأيضاً الكورس هو ملائم لهذه الوزارة ويصب في خانة الخطة الغومية للتدريب التي تم الاتفاق عليها مع نفس تلك الوزارة هل توجد متابعة لمعرفة مدى استفادت الشخص الذي تم تدريبه سواء كان مثلاً في داخل السودان أو خارج السودان هل هناك قياس؟ طبعاً نتحدث عن قياس أسر التدريب نعم وهذه واحدة من البرامج التي الآن الوزارة تعمل عليها بقوة لأن قياس أسر التدريب في الماضي كان يعتمد على التغارير التي يرفعها رئيس ذلك المتدرب لرؤسائه المباشرين أن هذا الموظف تلقى كورساً تدريبية فهذا لم يتحسن أعدائه أم لم يتحدث لكن هناك أيضاً برامج لقياس أسر التدريب بدأت فيه الوزارة برامج كبير ما ساهل لأنه صعب جداً قياس أسر التدريب بطريقة مباشرة لأنه يتطلب أشياء كثيرة جداً غير التغارير المرفوعة يتطلب أشياء أخرى نحن نريد أبعد من ذلك ليس فقط قياس أسر التدريب نحن نريد لهذا المتدرب أن يدرب الآخرين على ما تم تدريبه عليه يعني هو أخذ كورس معين في حاجة محددة يجب أنه ينقل هذه المعرفة إلى الآخرين ليس فقط نحن عبر هذا البرنامج لا نريد فقط قياس أسر التدريب بل نريد أن نغيس مدى أسر التدريب على الموظفين الذين يعملون حول هذا المتدرب هل الاختلاف بين التدريب الداخلي والخارجي كبير جداً؟ دائماً التدريب الخارجي هو لكورسات متخصصة وليس تدريباً عاماً يعني نحن نحب أن يكون هكذا يعني التدريب الداخلي في معظم الأحيان هو تدريب عام وتدريب يعني قد يكون متخصص في مجالات متوفرة لنا في السودان يعني مثلاً على سبيل المثال في مجال السر الحيوانية السودان عندهم غدرات كبيرة جداً عندهم مراكز تدريب متقدمة يعني وتستطيع أن تستوعب أيضاً متدربين من خارج السودان يستفيدوا من تلك التجنو يعني في مجال مثلاً الطب يعني يعني الآن المجلس الغامن للتخصصات طبية الآن فيه مبتعسين يجيون من دول أخرى يعني في مجالات السودان متفوق فيها يستطيع أن يقدم مساعدات لدول أخرى يعني فهذا الأمر يتباين أنه إذا كان التدريب الخارجي دائماً في معظم الأحيان هو بيكون لأشياء أو مجالات غير متوفرة في السودان ودائماً مجالات متقدمة يعني إذا كانت تدريب تقاني أو فني متخصص مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها على ماذا مثلاً تنص بالضبط يعني فقط على تبادل الكوادر أم تنص على أشياء برد أخرى في مرض أحيان هي تنص على تبادل الخبرات والتجارة تلك الدول على سبيل المثال نحن في وزاة تمام التمارض البشرية وقعنا مذكرة تفاهم مع الوزارة التكوين التكوين المهني اللي هي التكوين في تونس بتسمى هي أو في المغرب العربي مرادفة لكلمة التدريب تسموه تكوين هذه الوزارة عندهم تدريب متقدم جداً في مجالات الإدارة والحوسبة والمجالات الفنية المتخصصة ولهم أيضاً استفدنا من تلك المذكرة نقلنا التجربة التونسية في التدريب الأساسي في التدريب المستمر في السودان وإن شاء الله بدأنا فيها في العام 2018 وتنفذ بصورة أوسع في العام 2019 وشرحت هذا الأمر في بداية حديثي معك هل تستجلبون مدربين من الخارج؟ في الجانب الحكومي يندر أن يجينا مدرب من خارج السودان إلا فيما ندر لا إلا في مجالات متخصصة نحن نفتكري أنه أرخص أنه نحن نجيب المدرب في السودان بدل أن نبتعس له عدد من الموظفين خارج السودان لكن في موظف الأحيان المدربين بيجونا من الخارج هم في القطاع الخاص وهنا نحن برضو نتكلم عن المعايير بتاعت المدرب لأنه لابد أنه نطميني أن هذا المدرب هو يمتلك من الموهلات اللازمة والخبرة الكافية لأنه يدرب لنا الكادر السوداني وهذه من ضمن الأشياء الداخلة إن شاء الله في غانون التدريب الجاي إن شاء الله لعمل فيه وطمانطية هذا غانون كبير جدا وفيه تعمل صورة في مجال التدريب في السودان هناك عدد من مؤسسات الدولة ليس يديها قسم خاص بالتدريب كيف تعتبر يعني كيف يمكن أن تصف هذه المؤسسات؟ وهل وضعت أي توصية ربما لكي تشمل هذه المؤسسات إدارة متعلقة بها؟ والله كل المؤسسات الدولة عندها إدارة التدريب لكن يبقى المهم هل إدارة التدريب هي هي منفى للموظفين ولا إدارة حقيقية لأنه يعني كثير في الأحيان إنه مدراء التدريب هم يعني من المغضوب عليهم في هذه الوزارة يعني أنا بتكلم بصراحة وشفها فيه يعني بفتكر إنه التدريب من أهم الوحدات التي ينبغي أو الإدارة التي ينبغي أن تهتم بها الوزارة لأنه كما تحدثت في أول اللغاء إنه التدريب هو الذي يحدث النحضة ويحدث التغيير وبالتالي لابد إنه الشخص الماسك هذه الإدارة أو المسؤول معنى هذه الإدارة لابد إنه يكون على درجة عالية من الكفاءة وليس فقط من المغضوب عليهم كما هو يحدث في عدد من المؤسسات أنا أفتكر إنه وزارة النورة البشرية هي من الوزارات المهمة جدا هل تصلك شكاوي مثلا من بعض مدراء الإدارات في مؤسسات الدولة؟ هذه الإدارات لا تتبع لنا تتبع مباشرة للوكيل في الوزارة المعنية أو الوزير مباشرة ومن أين استقيت ربما هذا الشعور والإحساس؟ هذا أشياء معروفة ونحن نتابعينها وعرفينها ونحن أيضا نكون جزء من هذه الدولة نعمل موظفين فيها أستاذ في الجامعات ونعلم تماما ما يدور فيها ولكن أنا أقول هذا هو الانطباع السايد ليس في كل الوزارات والوحدات التابعة بل في بعضها نحن نريد أن نغير هذا المفهوم أن هذه وزارة مهمشة وهذه إدارة مهمشة وكذا نحن نريد لهذه الإدارة هي من أهم الإدارات أن تقوم بالدورة المنطب بها على أكمل وجه وتحدث تغيير اللازم المشكلة وزارة تمنى المواطنة البشرية وإدارة تدريب في الوزارات والوحدات التابعة أنهم أسرهم ما بيصهر مباشرة أسرهم بيصهر على المدى البعيد ومواطنة الناس يريدون حلول سريعة الحلول التي نضعها نحن هي بناء البشر وليس بناء الحجر وبناء البشر تطلب فترة من الزمن حتى تصل لمرحلة وتكون مغدنة برنامج مغدنة بمراحلة طويلة جدا من التعليم الأساس والتعليم السانوي والتعليم الجامعي واخدت تيارب كثيرة جدا وكورصات حتى وصلت إلى هذا المستوى بالتالي إنت كهذا البشري مؤهل أنك تصهر في القناة مثل الشروق لما يأتي من فرق نحن نريد أيضا بتنمية البشر أن العمل الدؤوب المدروس بخطة محكمة لكي نصل إلى هذا المستوى من الكاذر البشر الذي يستطيع أن يقود الدولة في كافة المجالات الحلول مشكلة هذه الوزارة ومشكلة الإدارة التدريب أنها حلولة على المدى البعيد ولكن حلول حتمية إيجابية وحتمية بأن تحدث الفارق وتحدث التغيير دار الصبر ودار صرف حتى تحدث الفارق بإذن الله لذلك يعني كثير من الناس ينظرون إليها هذه الإدارات وهذه الوزارات المعنية بالتدريب لأنها وزارات يعني هامشية ومهمشة فيها العكس هي وزارات مهمة جدا وأساسية وينبغي أنها تكون وزارة على مستوى الإدارات قطاع الحكم والإدارة ومستوى الوزارات السيادية نعم في حوار سابق كشفت عن ارتفاع معضل البطالة وقلت أنه زاد ربما عن العام السابق بالنسبة 1% الآن النسبة أصبحت نسبة العضالة في السوداء ما يقارب 20% ما مصير هؤلاء العاطلين ده يغضنا للحديث عن قوة العمل في السودان والمورد البشري نحن نتحدث عن تدريب كنا قبل قريب لكن نحتحدثنا عن عطالة ما هو يعني المصير هل يكون البدء في التدريب والتأهيل لإدخالهم مثلا إلى سوق العمل أم إيجاد الوظائف طيب إذا الحديث عن العطالة والبطالة في السودان هو حديث طويل وشاي وكيفية إيجاد حلول لهؤلاء المتبطلين يحتاج إلى تحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة وليس فات قطة تدريبية أو غيرها يعني لأنه نسبة البطالة هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي بصفة عامة إذا تحسن الوضع الاقتصادي واشتغلت المصانع واشتغلت الأشياء الأخرى والشركات والمستثمرين بالتالي بالتأكيد بدقل نسبة البطالة ده جانب لكن ماذا عملنا نحن كوزارة تنمية مهاربة البشرية لمحاربة البطالة في السودان أنا أتحدث أن معظم الذين يبحثون عن عمل وليس المتعطلين أو المتبطلين ديال نحن نسميهم هم يبحثون عن عمل ومعظمهم هم من الخريجين والدولة بالتأكيد لا تستطيع أنها تستوعب هذا الكمل هايل من الخريجين في أجهزتها خاصة بعد سورة التعليم العالي ولا بد من إيجاد غنوات أخرى لذلك تم إنشاء الجهاز الغوم لتشغيل الخريجين والجهاز الغومية الغنوات الخريجين هو إحدى الوحدات التي تنبع لوزارة تنمية المواد البشرية ونحن نعمل في هذا الجهاز في محاور أساسية ثلاثة المحور الأول هو تسجيع ثقافة العمل الحر وإنه نخلي الخريج إنه ما يفكر إنه يشتغل في الحكومة إنه حتى لو يشتغل الحكومة فإنها يهدوكم حاجة بسيطة يعني لا تكاد تسد الرمق نحن كلنا نعلم إنه موظرات المرتبات والضعيفة إلى الغاية في المجال بتاع الحكومة نحن نريد إنه نشجح ثقافة عمل الحر بالعمل في مجالات محددة هل لديك أي إحصائي يمكن أن نعرضها قبل أن طيب هذا أقول لك إنه الآن تسجيع ثقافة عمل الحر يتم حبر الآتي بتدريب هؤلاء الخريجين منذ أن على مستوى الجامعات نفسها قبل أن يكونوا على مستوى خريج يعني والآن عقدنا شراكات مع عدد من اتحاد الطلاب في الجامعات بأنه بارينة الطالب هو يعمل يدرس وينتج وليس فقط يدرس فقط يعني من الأول نهيئ لأنه هو صوغ العمل بالنسبة له متاح في العمل الحر وليس في العمل الحكومي أيضا نعمل على رفع قدرات الخريجين بكورسات تدريبية تزيد من مهاراتهم لينافسوا في سوق العمل الحر الحيث الثاني أيضا من خلال تدريب وتهييل تدريب تحويلي وتدريب تهيلي التدريب التحويلي هو مثلا شخص درس في كلية نظرية يريد أن يعمل في مجال آخر غير مجال الكليات المنظرية مجال مهني متخصص نعمل ليه تدريب تحويلي إذا كانت غاني أو فني متخصص ودي نحن نشغالين فيه وبعد ذلك نوفر له أيضا فرص تمويلية نعم من خلال تبويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة هذه المشاريع نمويله ليه ونخضعه لكورسات تدريبية محددة في هذا المجال المشروع الذي هو استثمر فيه حتى يستطيع أنه ينتج هذه المشاريع إذا كانت جماعية أو فردية تخضع أيضا لمراغبة مننا لصيغة حتى نضمن نجاح هذا المشروع أنه أيضا يستطيع أنه يرد المال للجهة الممولة وأقول لك أنه نسبة الاسترداد عالي جدا تفوق الـ 95% للمشاريع الصغيرة المتوسطة يعني حكس ما هو متوقع أنه هذا الخريج لا يستطيع أنه يسدد هذا المال ولا يستطيع أنه ينجح مشروع الحكس هناك نجاحات كبيرة جدا وأكثر من 95% من الخريجي الذين تم تمويلهم في مشاريع صغيرة ومتوسطة سددوا المال المتعسين في أقل إذن من نصف دقيقة أترك لك كلمة أخيرة لن أسأل سؤال والله أنا حقيقة أنا يعني الكلام هو طويل يعني في مجال تنمية المورد البشري لكن أنا بقول إنه بصفة عامة يعني قوة العمل في السودان نحن شغالين فيها اللي هي المورد البشري وفي مجال تنميته هي حوالي 10 مليون شخص الآن ديل هما في الفئة العمرية من سن 15 سنة إلى سن 65 سنة وديل حوالي 21 مليون شخص في 39% من السكان هون دون سن 15 سنة اللي هو دي مجال ما بمجال عمل يعني اللي هم بشكله حوالي 15 مليون شخص العاملون في مجال المورد البشري فيه 42% ديل يعملوا في مجال الزراعة و11% فقط الزراعة والسر والحيوانية وفي حوالي 43% ديل يعملوا في مجال التجارة وإن كانت عامة أو يعني تجارة قطاعي أو جملة يعني وهناك أيضا حوالي 30% يعملون في الخدمة المدنية وإنتي شايفك مستعجلة لكن ده كلام مهم جدا وأساسي لأنه هو بيقودنا إلى حديثنا الأساسي في أنه نحن نريد 42% الذين يعملون في مجال الزراعة والسر الحيوانية هذه النسبة نسبة كبيرة نحن نريد لهذه النسبة أن تقيل وتتوجه هذه النسبة إلى مجال الصناعة لأن مجال الصناعة الآن لذين يعملونه مجال الصناعة حوالي 11% فقط الدول التي نهضت وعملت تحول كبير في اقتصادها اهتمت بالصناعة التحولية والقيمة المضاعفة لمنتجات السر الحيوانية والزراعية ونحن نريد أن نتجه سياسة دولة تتجه نحو زيادة نسبة الذين يعملونه في الصناعة والقيمة المضافة لأنه 42% هؤلاء الذين يعملونه في الزراعة والسر الحيوانية ده يعني الآن المكننة والمجالات الأخرى التي تصهر حقيقة يعني نحن صادراتنا كلها خام نحن نريد لهذه الصادرات والمنتجات في هذا المجال السر الحيوانية والصناعية تكون فيها قيمة مضافة حقيقية وذلك لا يتم إلا عبر الصناعة والصناعة التحولية لهذه المنتجات شكرا وذلك يتم بالتدريب والسياسات العامة للدولة وذلك تمنى المواد البشرية هي لو تمسح صغر العمل وتسلط الأضواء على تلك النسب تريد أن تركز على جانب القيمة المضافة والجانب الصناعة التحولية التي تحدث الفارق في المورد البشري وفي الاقتصاد الكلي للبلد شكرا لك دكتور الصادقة هذه المهدي مع ليش يعني نضايقتك لكن الزمن شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات القيمة في حلقة لقاءات شكرا لك شكرا شكرا وشكرا يمتد لكم المشاهدون الأكارم إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى في أمان الله